منطقة العقورة عالي عن سطح الماء 1600 متر 162 كم من بيروت منطقة بتاخد العقل اليوم شتة ببيروت هون الجو كتير حلو شتة عم بيبلش ساعة الواحد بيقول أحلى بلد بالعالم هيدا هو خدار ماي طقس بياخد العقل بدنا بس نحن نحافظ عليه شوي مشوار كتير طويل من منطقة العقورة رح نبالشه هلق على علو 1600 متر 64 كم من بيروت تفاح شعب بياخد العقل رح نفوت على بيوت نأكل اكل كتير طيب فارجيكم هالمنطقة لحلوة بالصف مثل بالشتة الحرارة 15 والشتة عم بيتحدد مشوار كتير طويل بيأحلى بلد بالعالم بيبلش طلعا مايشتقت لما نقوشت الزعتر يعني منتصر سرصالة فترة مسافر وراكك على البانكيكس والوافل والأجز بس برضالة منتصر عروسة التريقة اللبنانية أول وقفة بالعورة وصلنا على الفون سايدة فون سايدة بتعمل شي كتير سبيسيال منتصر المنقوشة السميكة الكتير هيكة المعجنة والمخدية وبتنبرم دق هون كل شي كتير بيقرقش حتى اللبنة مع خضرة ما بتنلف لأنها كتير محمصة مثل العادة زعتر أكيد لبنة مع خضرة لبنة مع زعتر خضرة ولبنة مع أورمة طاقص بعقد الشتة عم تبلش دقم كلها نفس وأحساس وحياة لبنة صخنة أورمة بقلبها لير اثنان ثلاثة نحن نسميها الميلفاي منقوشة مع خضرة بقلبها الله ما بيعمل العنو المعنب المنقوشة في حياتنا واو بعد ما نقوشة بدت الفاحة من أرض العقورة موسيقى موسيقى شتوية نوعاتكو نحن نرجع بالشدة منظر كتير حلو والمشوار بيكفى موسيقى 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 طلعنا الدرون بس نطرينا هلا أول وقفة بيبيت عند الجماعة ترويقه على المنطق مرحبا مرسي على استقبالكم مرحبا مرحب ميش الحال خي؟ شو ترويقه؟ عمارة مرغدك خير الله يلا نفط لجوه رجوك حلو بوزور كيفكن؟ مرحبا 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 خبرونا عن ها الضيعة بعد ما حدا خبرنا عن الضيعة خبرونا عن العسل عن اللبنة عن التفاح شو لازم ناس تعرف نحمسوا ونطلعوا لعنكم أول شيء منطقة موصوفة بالتفاح ومعروفة أنه منطقة بتعطيه إنتاج تفاح كبير وبتعطيه إنتاج كرس كمان وبتعطيه إنتاج عسل لأنه فيه نخل فيه نخل بخبح بالمنطقة شو معنا خبريني ماذا عمنا يأكل؟ أول شيء كشك شو هو إيدنا أوكي كمانة جبن البلدية من عند جيراننا مهم الخضرة كلها من عندي الخلال الروكار الشاذ البلدورة الميتهم الصبح فينا إليك أنا الأكل فيه نفس كثير كثير حلو وطعمتهم كثير طيبين وأهم شيء مرسي على استقبال وهيدا هو جو الضيعة وهيدا جو هيدا هو جو ضيعتكم وهيدا هو لبنان من شانيك بيعملوا أحلى بلد بالعالم ومضلنا هالأداء أصحاب ومنحب بعضنا ميتكلي معي؟ يلا يا شباب تفضل ملكي شيك مكعزة مم تفضل تخبرنا عن تفاح العقورة تفاح مش دل العقورة دول العقورة بتميز إنه بتقدير تسفره بتقدير تحطه بالبرات لا لأنه المنطقة عالية المناخة قاسة شوية والماء كمان تلعب دور شفت اثنين غير شكل بقلب الشجرة يلي مصر له نه وقيت تفاحة واحدة إلي واحدة إليك يلي مصر له يكدوش تفاحة جاي من الشجرة مشتية عليها من خمس دقائق ميت عليها مسقعة يا جاي ما بيعرف قيمة التفاحة اللي بمانا طائم نحن نعود على القصص الجديدة النهر شفنا درون شوتس كتير حالوين من الضاعة رحنا على بيت أكلنا لقمة تاخد العقل والجو الضاعة المضبوط حضوط الحمر والدافة و هلأ إذا حدًا بدي يجعر الضيعة و بدي ينام هون شو بيعمل رح نشوف الجاست هاوس كمان فيه أكل يلا جيتاز جاست هاوس واو بيت ضيعة شرعي أول سالون تاني سالون شامينة هلو بونجور جيتا جيرمان حضرتك جيتا أنا جيتا كيف فكرا طبعا ميش الحال أهلين كتير حلو البيت أهلا وسهلا فيكم كلي بيوصل على هيك بيت بس بيروق بيسكت ما بيفتحت الموضوع بيتسمع و بيرتاح بيفوت على بيت بتحس في أحساس و في تاريخ وبعدين تستقبلو بهيك طاولة يعني ما بعتقد لازم فل معه ثلاث يام أهلا وسهلا برجع بنشرج أهلا وسهلا فيكم لور مرسي على الأكلات التويبين بتخبريني عنهم فليب هيدا بيتك بيت أهلك خبرني أكتر عنهم أوكي هيدا بيتنا من نحن وسمعت مخلقت من أنا وصغير من نجي لهون كل صيفية كنت مع أهلي بطلعونا شهر شهرين صوت علقت المنطقة و كلهم قريبيننا حوالينا من نحن صغار أحلى طفولة كانا 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 ولا شي من اللي عم تعملون لهم اليوم أساسا نسمع فيهم قبل فخانا نكون كتير صراحيا مع كل برمية تصالي 7 سنين ببروم لبنان بعدهم هول أكلات اليوم اسمهم غريب و سبيسيال خبرين عنهم أكدر هادي هون عنا اسمه بطاطا وجوز عنا هادي إلى عدة أسامي عنا هون المنطقة أحدا بسميها طيب بيسي أحدا بسميها رايسي روعة آخر واحدة كبة حيلي هادي بدا صحن غاميق تجبلك تماما يلا بدب دب 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 حادي لنو بدك حد صوصة طاطققية تب باخد المكال خلص نه موجودين بعدك غدا بدا تحليق واكيد دفاح بالعقورة راح اخد الابل باي كلها إلي تعال حاورة لكأنه هيدا تحضر لا هيك ما وقف مع منظر كتير حلو تارت التفاح بعده صخنة عمرت هلا من شوي فعلا متفاحية عزمين راح شو حلو علمورف خفيف نظيف سريع منطقة كتير حلوك الليسد نزلت ع الشاتوية واحد أنا تقريبا عبر تقطص كتير حلو وكتير رواب وهلا رايح التققى بمارينا مارينا بتعمل اندفجول تورز فيكم الدقولة تاخدكن بكل ضياء لبنان اذا كنتو جروب او كنتو وحدكن تمشوا انتو وياها وبتفوتوا على بيتا ديما مارينا هي اللي حضرت لحالة اليوم رح رح روح هالا التققنا وياها بي بيت كمان بستخطيارة محضرتنا عكل طايد هاي انتوني هاي مارينا مرسي نهار بيخد العيل وبيكافي بونجور ستنا اهلان اهلان نحنا هلقتاني وقفة وين نحنا هون عند شهيدة بيينوح جاين نتعرف عليها هو هيدا بيت هون رابير لنا بس نكون بالمارش و بالاكتيفيتات اللي بنعملها وشهيدة رح تخبرنا عن كل شي بتعمله هون عن استيسالية تبعات عقورة مشوار بياخد العقل من كافي سوا اهوة؟ اهوة يلا اهوة اهوة ما بتستعملوا مكانات كله عوئيد اهوة في مكانات صار وعنيت حنوة زعتار انا عم بشكل بمبات يلا حافي اهوة كافة لعتيك العافية اللي عافيك وين احين؟ هلا تعالعين على العقورة من الشباة هو يعمل اهوة اهوة يلا الوقف الثانية هنا ناطرين الستات بالبيت بوجور كيفك؟ ماشي الحال؟ شو حالو؟ بلشت شاتوية لبنان وفشلي حرارة 13 اهوة وبيتلع صوت الرعب من وحل وبسيلف بين جبل لجبل 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 خبرين اش خبرية حلوة صارت معك اخر خمسة سنين او دايما اذا حدمت خبريك اذا انا جاي من بلاد برا ووصلت لعندي قلتلك انا ما بعرف العقورة خبرين عنها شو بتخبرينها؟ العقورة حلوة كتير وفيها تفتاح وفيها اراضي وفيها مواسم يزرعوا نوبي وبطاطا وكل شي هوني كي بيت اهلي كانوا في جبل فاق كانوا يزرعوا ورا الجبل بطاطا وفصوليا اطلع القرن الفصوليا بالفعل هاك والحبة كتيرة طيبة كانت والراس البطاطا يطلع هاك اللي الوالد بيسموها تغيرت الايام؟ ها بقش في الاول البطاطا ليش صغرت؟ ما صغرتش في بطاطا بس مش متل الاول الارض كانت احسن بعدين يجي حشرات اجا هيدا ابوت متل الجردي بس ابوت اسمه بكترة اجوا الدولي وقتها رشوت الشود يامون ضل كزا سنة الارض تعمتها مش طايدة ايو السنة؟ انت عمين كنت صغيري ما بعرفت لا بيكو القهوة وين؟ القهوة خالصة بستتكفوا البطاطا يلا شبيب بطاطا يلا كتا يتقل لك الشمس يباياك يتقل لك الشمس يباياك الامر كفين اكلت شافتين مرحبا يا اهلا يا اهلا ترتقشنا حالنا تخبرنا عنك انا شاعر شاعر زجل وقالوا لان انت بتضيعها بتعرفك تين مني اه انت بحكمات تخبرني لك على المقطع اللي بقوله عن العقورة جبال العقورة بال السمم طلي عرايس مروش العين بتنلي بتنخ حتى بنجوم الدق وطيطال هالمريخ بيعلي وعتلالها يا ما الامر بيطق مشاوير من تلي على تلي وعكل تلي فيه جرس بيدق وعكل تلي رافع بصليب وفي كل وادي نهر بيصال اهلا وسهلا ومرحبا زوارنا ومن كل ومن كل الضياع شرفونا كبارنا اهلا وسهلا ومرحبا زوارنا ومن كل مدينة شرفوها تشرفونا كبارنا وبعد الهالة جايدة راحب الضيوف الضيوف العقورة نجو نضو ديارنا شكرا 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 طب خب النقم خان بلش خبريه من الأول مطعم الناس تجل عندك لهون أناك مشهور بيلقمة طيبة وبيلحمة نظيفة شو اللي بيعمل هاللحمة أهم من غيرها هادي نحنا هادي المعزة نحنا مغربية الغلم نحنا مغربية نسارفو نحنا بالبرية نحنا علي فنطعم اي منطقة منا بتكون من اي شيء هادي الكتيرة هادي الكتيرة هادي الكتيرة يلا متل ما هي هيك مع دميت اخبارها كلها زيتها شين الدميتة بس بتكتنح بالتعليق منك منبوك أنا المشؤول حب عنها متكتون أصول انا المشؤول على البناني ها يا عمي احبت الحك ورقفران بلحام ونين كلمة هي ورقفران ورقفران موسيقى كيسك وما قابلت إلا تعملنا شيء غير شكل اهلا وسأل اعطى اللحم نايا حد وما نبالي شو باناكل خلا بلش بالبطاطا راعة بلش بالبطاطا بلتلبك قصي شقف دغري جمعوا كل الشباب منقل جاهز لحمة من ايدي دغري ايدي دهو لبنان تحت الشجرة بالزبل ايدي دهو لبنان موسيقى موسيقى اخوات قطع سنتين وبسنتين بعدها طعمت الجبنة تحت لسان وبتذكر كانت أول مرة بأكل جبنة أوروبية رح نقول بلبنان طعمتها زيتا طروتها لونة وأكيد شغفك اللي كان واضح تبّرلي قلبي هدا الحب أنا عم جرّب حدّس الجبن أو اطلع من الجبنة البلدية بجبنة تانية بتضل الجبنة البلدية زيتا وأعمل جبنة لبنانية أفنية وجبنة لبنانية أفنية بظروف كتير كتير إجيان عالية وبظروف كتير كتير مزبوطة وبظروف كتير 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 طيبة حالينا مايخد بريك هون ونكفّل البرميلة جوه ونكفّل جوه بس عم دغري فتنا بصل بالموضوع بس بعد في ناس ما حضّت أول مرة ستعرفنا على بعضنا فخينا نجع نبلّش بي انت مين شو بتعمل ونكفّل حديثنا عن الجبنة أنا بس عمّتّة من هنج خلّصت محمّات سنة 2001 وقرّرت أعمل شيء بقى فيه بالضايعة كنت بلّشت من 99 بيصد بقرات بلّشت تزيب العدد شوي 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 اكتشفت إنو بيع الحليب بلبنان أو المزارعين بلبنان وضعهم كتير صعب بركّز على شغلتين من اللي قلتن اخترعت شي تخليك بضايعتك إن شاء الله كل العالم بتضلّى بضايعتها بيستاهل الواحد يطلع لعندك تيدوق جبنتك وهيك مسحة توم دو سافوا مش توم مفي توم بالموضوع يالّا جبنتنا الليبنانية رح أحكي عن هايدي الجبنة وقت بلّشت بهايدي المهنة هايدي الجبنة الليبنانية هي جبنة تنقلتها الأمة عن أمة والأمة عن أمة والأمة عن أمة والأمة عن أمة بتنعمل بالبيوت هي جبنة تصنيعها وعملة بياخد فعلا أكتر أقل من ربع ساعة وقت أربع عليكم هيت ندوق أكيد ندوق هيت ندوق بحب أود معو بس لن خلينا أحكي فبعتذر روع جبنة بلدية ما بتضر إذا عم تخدوها بالمحل مظبوط خلينا نحافظ على جبنتنا الليبنانية يلي من الإشهة القليلة يلي ما لازم تموت وبرجع برموسة إجيلا عندك بعتذر مش عم بقدر إيجي أكتر بس عم جاد يعني مش عم بلحق ولازم نعطي حقك اللي ضياع شو بعد كلم حقك بره بلشت الشتوية الشتوية بحب الشته بحب برد بحب لبنان بالشته اليوم سامنا بيأخذ العقل وطعنا علي كل الناس بمحث cruet تصير داتم شمسي إلى إلي هيدا هو الطقس من العقورة على اللقلوق مهلق بيهمج جعنا شفنا بسامي اللي بيعمل جبني بتاخد العقل بالعقورة منطقة 1600 متر بتاكلوا تفاحة بتحسوا حالكم عم بتاكلوا شقفة سكر متل ما هي وباللقلوق لقمة لحمة نية غير شكل لبنان أحلى بلد بالعالم بيجبالو بيطقصو بيشعبو بيمنقوشة الزعتر بلقمتنا اللي بتجمعنا بكل التفاصيل اللي بتعمل منو أحلى بلد بالعالم تخلص حلقتنا اليوم ورح نكفي معكن حلقة ورد تانية تنظل نفرج العالم كله صور بشو نحنا بيعلقنا بأرضنا باي نشوفكم الحلقة الجاية